التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح قيادات التنظيمات والأحزاب السياسية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر للوقوف على آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الوطنية ونقل نائب الرئيس خلال اللقاء تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية وتهانيه بالأعياد الوطنية للثورة اليمنية معبرا عن تقديره للمواقف الوطنية للأحزاب السياسية الداعمة للشرعية والرافضة للانقلاب مطالبا بالمزيد من الجهود في دعم الشرعية والجيش الوطني في معارك الشرف والبطولة وثمن نائب الرئيس في اللقاء الدعم الأخوي الصادق للأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وما يقدمونه من مساندة مستمرة للشرعية في شتى المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية وأكد نائب الرئيس على أهمية الدور الوطني المسؤول للأحزاب السياسية إزاء الأحداث الجارية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية وتقديم الرؤى والتصورات التي من شأنها عودة الشرعية والحفاظ على المكتسبات الوطنية والاتجاه نحو بناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم وأشار نائب الرئيس لأن اليمنيين جميعا يستمدون قوتهم من شرعية فخامة رئيس الجمهورية التي حظيت بإجماع محلي وإقليمي ودولي وضرورة الحفاظ على موقف قويا في مواجهة ميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران وممارساتها للانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني واستهدافها مقدرات الوطن وترسيخ أفكارها ومعتقداتها الطائفية الساعية لإلغاء الديمقراطية والجمهورية والعمل السياسي واستهدافها مصالح الأشقاء والأصدقاء من جانبه تحدث رئيس مجلس الوزراء عن الجهود التي تبذلها الحكومة في التخفيف من معاناة اليمنيين والحد من تدهور العملة اليمنية وتثبيت الأمن والاستقرار وتلبية متطلبات المواطنين مؤكدا على همية تضافر الجهود وتعاون مختلف القوى السياسية والمجتمعية لتجاوز الوضع الذي تسببت به ميليشيات الانقلاب وجددت الأحزاب والتنظيمات السياسية خلال اللقاء التأكيد على الموقف الداعم لجهود القيادة الشرعية وتأييدها المطلق لخطاب فخامة رئيس الجمهورية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الذي كان واضحا وصريحا وقويا في كل الملفات سواء العسكرية والأمنية أو الاقتصادية والسياسية ومن ذلك مشروع الدولة الاتحادية من ستة أقاليم وحيت الأحزاب والتنظيمات السياسية كافة الأبطال في مختلف الميادين والجبهات الذين يبذلون أرواحهم رخيصة دفاعا عن اليمن وشرعية اليمنيين وأهداف ومبادئ الثورة والجمهورية ونوهت الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى رفضها المطلق لكل الدعوات الطائفية والمناطقية ومنها ما صدر مؤخرا من دعوات الفوضى عما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي ورفضها لكل ما يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويستهدف النسيج المجتمعي ومؤسسات الدولة وأشارت قيادات الأحزاب والتنظيمات إلى أن البوابة الرئيسية للحل تكمن في إنهاء الانقلاب وتنفيذ المرجعيات التي اتفق عليها اليمنيون وإيدها الإقليم والعالم والمتمثل في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 22-16 مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لتنفيذ القرارات الدولية وإنهاء استهتار وتعنت الميليشيات الحوثية كما أكدت الأحزاب والتنظيمات السياسية على أهمية الإسراع في إعلان التحالف الوطني للقوى السياسية بما من شأنه تفعيل دور الأحزاب السياسية باعتبارها شريكا فاعلا في العملية السياسية ومعركة استعادة الدولة حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي شكرا